تدخل الأزمة القطرية شهرها الثالث ولا تزال الدوحة يسيطر عليها التخبط السياسي ما دفعها لمواصلة الجهود لتدويل الأزمة بقدر الإمكان بحثا عن حليف أو وساطة تخرجها من النفق المظلم الذي ألقت بنفسها فيه بدعمها للجماعات والكيانات الإرهابية وطوال شهرين سعت الدوحة لاستجداء دول عدة من أجل فتح قنوات تسمح لها بالالتفاف على مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب غير أن هذه الجهود كللت جميعا بالفشل ورغم أن الجهود الدبلوماسية المكوكية لم تفلح في إحراز أي تقدم يذكر سواء في سعيها لتدويل أزمة المجال الجوي لدى منظمة الإيكاو أو تسييس الحج كما حاولت مؤخرا إلا أنها لا تزال تحاول هذه المرة تقدمت الدوحة بشكوا إلى مجلس الأمن اتهمت فيه مصر باستغلال عضويتها داخل المجلس لتحقيق ما وصفته بأغراض سياسية خاصة في إشارة إلى المقاطعة غير أن من دوب مصر بالمجلس ينجح في دحض هذه الاتهامات مؤكدا أن الخطوات المصرية تأتي وفقا لأحكام الاتفاقات الدولية وقرار مجلس الأمن الملزمة بمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وهو ما يفرض على مصر كشف ممارسات وأنشطة دولة قطر التي تقدم الدعم الإيدولوجي والمادي للجماعات الإرهابية والتي لم يقتصر نشاطها على دول منطقة الشرق الأوسط بل طال دول أخرى عديدة حول العالم هذه التحركات القطرية تأكس حالة الخوف والهلع التي تنتاب السلطات في الدوحة مع ثبات موقف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وهو ما تجل في اجتماعي القاهرة والمنامة ثبات دفع الدوحة لتبني موقف الهجوم ليس عن قوة وإنما استمرار في عنادها وتحديها لمخاوف دول الجوار وفي الأثناء قال وزير الداخلية البحريني الفريق ركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة في حوار لجريدة الشرق الأوسط إن قطر تهدد الأمن الخليجي وتتجسس على بلاده متهما إياها أيضا بمحاولة تنفيذ أعمال خطيرة في السعودية والإمارات ودعم مطالب قوة بحرينية كانت تخطط لإسقاط الحكم وإقامة دولة تتبع مرجعية الولي الفقه في إيران داعيا الدوحة للرجوع إلى صوابها لبرنامج هنا الرياض فهد بن شليل